اشتركوا في القناة استطلاع هارس التفاعلي قد صرحوا بوجود مشاكل في التواصل بينهم وبين مدرائهم مما يقلل من كفاءة المدراء التنفيذيين يجدر بالذكر ان الاستطلاع قد شمل اكثر من الف موظف في الولايات المتحدة وبين الموظفون المشاركون في المسح الاستطلاعي ان نقص الذكاء العاطفي لدى قادة الاعمال ادى الى العديد من المشاكل كالتسلط والنرجسية والتردد وغيرها والتي بدورها تؤثر على علاقتهم مع موظفيهم هذا وقد جاءت المشاكل التالية على الترتيب التالي كابرز المشاكل التي تؤثر على كفاءة مدراء الاعمال على التواصل عدم الاعتراف بانجازات الموظفين 63% اعطاء تعليمات غير واضحة 57% عدم تخصيص الوقت لمقابلة الموظفين 52% رفض التكلم مع المرؤوسين 51% استغلال افكار الاخرين 47% عدم توجه النقد البناء 39% عدم معرفة اسماء الموظفين 36% رفض التحدث مع الناس شخصيا او على الهاتف 34% عدم السؤال عن احوال الموظفين خارج ايطار العمل 23% هذا وتظهر البيانات ان الغالبية العظمى من القادة لا يساهمون في اللحظات الهامة التي تساعدهم على كسب ثقة موظفهم لكن هذه النتيجة تعتبر صادمة بالنظر لضخامة حجم الاموال التي تنفقها الشركات على الاستطلاعات واعادة التنظيم واشتراك المستشارين اضافة لتنظيم واقامة مبادرات التغيير ان القادة الفاعلين على علم بان التواصل الصحي يتطلب قوة في الاتصال مع تضمين التقدير المناسب للاخرين مع اعطاء التوجيهات الواضحة اضافة الى التفاعل الجاد المؤثر واخذ اراء الاخرين على محمل الجدية كل هذا يعتبر كالعصب الرئيسي للشركة كما انهم يدركون تمام الادراك ان الانتاجية مرتبطة بالتواصل الجيد لذا فانهم يتعمدون بناء علاقة ارتباط وتقدير بينهم وبين موظفهم وذلك بقول اشياء كالاتي واحد هذا ما اقدره في وفيما تقدمه من مساهمات المديح العام ليس مرضيا للناس الذين يقومون باعمالهم بكل شغف واخلاص بدلا من هذا قل اشياء محددة لموظفي مثل انا اقدر الطريقة التي تستقطب بها الموظفين من كل الاقسام لتحقيق اهداف الفريق انت حلقة وصل مهمة في الشركة على القادة ان يلاحظوا اسهامات الموظفين المميزة والخاصة واعلامهم انهم يلاحظون هذه المساهمات شكرا لك شخصيا وعلنيا اثنان ان الاحتكاك اليومي بين المدير وموظفيه من المصعد الى موقف السيارات يقدم فرصة للانخراط في تفاعل حيوي معهم واظهار التقدير لجهودهم كما ان الاقرار العلني بانجازاتهم في الاجتماعات او الشكر العميق عبر الجريدة او البريد الالكتروني يعني لهم الكثير ايضا على سبيل المثال تقوم لين جود التي تشغل منصب المدير العام لديوك انرجي بوضع ملاحظات لاسقة صغيرة على مكاتب موظفيها كتب عليها كلمة شكرا ثلاثة ما هو رأيك يمتنع الموظفون عن اعطاء افكارهم للقائد الذي يعتقد انه يملك دوما الاجابة الصحيحة او القائد الذي يسلبهم افكارهم وينسبها لنفسه بدلا من الاعتراف بفضل اصحابها يجدر بالقائد الناجح ان يقوم بسؤال موظفيه دائما كيف يمكن ان نطور اداءنا برأيك او ما الذي يبقين عالقين ويمنعنا من التقدم وما الذي تحبه في عملك الحالي هنا ان هذا يؤسس بيئة عمل امنة تقدم للعاملين فيها فرصة التعبير عن انفسهم ويتم فيها تقدير افكارهم اربعة هذا ما يحصل هنا وهذا ما يمكنك توقعه ان الشركات دائما ما تعمل في ظروف مستمرة التغيير وغالبا ما تبقى المعلومات محجوبة عن الموظفين حتى اللحظة الاخيرة ان حجب المعلومات عن الموظفين يسبب اضطرابا كبيرا لهم فهم بحاجة لمعرفة الحقائق فيما يخص مستقبلهم في الشركة لكن المشكلة تكمن في ان القادة غالبا ما يقللون من قدرة الموظفين على فهم الاسباب واستيعاب الظروف في حال تم شرحها صراحة بينما في الواقع لو قام القادة بمشاركة المعلومات مع موظفهم حالما يحصلون عليها وحالما يستطيعون مشاركتها معهم فانهم سيكسبون الكثير من الاحترام من قبل موظفهم ان التفسيرات الحقيقية دائما افضل من عدم وجود تفسيرات لا تنتظر مرحلة تقييم الاداء حتى تخبر الموظفين رأيك بادائهم وبما يقدمونه فثقافة التغذية الراجعة المستمرة ثقافة صحية وذكية خصوصا بالنسبة للجيل الجديد اذ انه يحتاج للتدريب والتوجيه الدائم اكثر من الاجيال السابقة ستة دعني اخبرك بما علمتني اياه اخطائي ان القادة الاذكياء والبارعون هم القادة الذين يعرفون مهامهم تمام المعرفة لذا فانهم يحظون باحترام كبير بين موظفهم لكن الموظفين لا يحبون القادة الاذكياء فقط بل انهم يفضلون القادة الذين يشاركونهم اخطائهم ويضحكون معهم حول ما حدث معهم هؤلاء هم القادة الاسخياء الذين يشاركون خبرتهم في الحياة مع موظفهم لا تخف من اظهار اخطائك امام موظفيك ومشاركتهم تجاربك الصعبة فانت بشر في النهاية سبعة مرحبا سوزان يقول ديل كارنيجي ان اسم الشخصي هو اجمل واهم ما يحب ان يسمعه صاحب الاسم بكل اللغات حاول ان تعرف موظفيك باسمائهم وان كانت الشركة اكبر من ان تتذكر اسماء الجميع فابدأ بالاشخاص الذين هم في الدائرة المقربة ان قولك انك لست قادرا على تذكر الاسماء ليس بالعذر الجيد اذ من الافضل لك ان تعمل على تطوير مهارة حفظ اسماء الاخرين اضافة الى تعلم فن المزاملة ان الرؤية التي تحظى فيها عملية تحقيق الاهداف اهمية كبرى على حساب الموظفين وخبراتهم قد تتسبب بخسائر فادحة دكتور ادوارد هالويل كاتب وعضو سابق في هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفرد يؤكد ان اكثر تجربتين مؤثرتين بالنسبة لمعظم الناس هما تحقيق الاهداف والتواصل الجيد ولكننا ان قمنا بالتركيز على الانجاز فقط فاننا سنفقد التواصل ان التواصل هو حالة ذهنية تتم خلالها عملية تبادل الطاقة بين الاشخاص الذين يكترث بعضهم لامر بعض كثيرا ما اسأل طلاب ماجستير ادارة الاعمال السؤال التالي من المدرس الاكثر تأثيرا عليكم والاكثر تحفيزا لكم استاذ لامع ومشهور جدا ولكن ليس لديه وقت للتواصل ام استاذ لامع اقل شهرة من السابق ولكنه يقوم بالتواصل معكم بشكل شخصي كبشر والجواب كان دائما الثاني في نهاية الامر ان الاعمال بمجملها لطالما تمحورت حول الاشخاص وستبقى كذلك بعض المشاريع قد تفشل بسرعة ليس لان اصحابها لا يفهمون ما يقومون به بل لانهم لا يدركون احتياجات موظفهم وما يحتاجونه لتقديم افضل ما لديهم جزء كبير من نجاح الفريق يكون في اسلوب التواصل بين القائد والمرؤوسين المباشرين وفي اعطائهم الصلاحيات لتوسع هذا التواصل ان اللوم يقع على القائد الذي لا يجيد التواصل بفعالية مع الموظفين في بيئة العمل التي يفتقر الموظفون فيها الى الالتزام ترجمة نانسي قنقر